الآن ما موقفنا من أحداث مصر الآن قتلى يعني بالعشرات ما موقف المسلم ما موقف أهل ليبيا المؤتن وطني من هذا القتل كيف نستنكر ماذا نعمل قتل يا شيخنا يعني شيء مخيف جدا حفظكم الله لابد أن يكون للدولة موقف من هذا الأمر وعما المهادنة والسكوت فهذا غير جائز شرعا لابد أن تدوس المسألة والحق هنا أصلح واضح وإن كان الناس لأسف أن كل من يتكلم على قضية مصر ويسميه انخلاب يطلقون عليه فزاعة الإخوان وإلا فزاعة عميل قطر ولا من كلام هذا الفرق اللي أصبح الآن يعني هش ويعني سادج جدا الناس كلها يعني انتبهت مسألة عملية يفبركها بعض الناس عداء الثورة وأنصار النظام السابق ومن يتعاطفون معهم ليجهدوا كل عمل يدعو إلى الخير وإلى تحكيم الشعال الإسلامية يعني أول كلمة يقول هذا إخواني أو هذا عميل هذا كلام لا ينطلع على أحد وأرجو الناس اللي ينتبهوا هذه المسألة فعلى الناس اللي بيينسوا وإن كانوا جماعات أو تجمعات أو جمعيات ومستوى الحكومة ومستوى الوطني أن يصدروا بيانا يؤيد فيها للحق لا يجوز السكوت على هذا الدماء تسفى كل يوم لأن انظر حتى بمنطق الديموقراطية نتكلم معنا الرجل كان منتخب بشرعية وبصندوق اقتراع ومعرف شيء في لحظة نفسها من القصر الرئاسة إلى السجن ولا يعلم أنه أحد أتولى كل القنوات التي عدوها خصوما لهم وكمموها يعني هل هناك ينسان عادل يعني ممكن يرجى فيه أمل أن يأتي إلى تكميم الأفواق بهذه الصورة حتى الجزيرة حتى قالت الجزيرة لم تسلم منهم شوشوا عليه ومنعوا الناس منهم يريدون أو يؤيدون تماما ما كان يجري في ثورة 25 يناير في مصر بين مبارك وبين الثوار ويؤيدون ما كان يجري بين القذافي وبين الثوار ليبيا في 17 فبراير نفس الأمر يعني تكميم الأفواق قفل القنوات تشويش على الجزيرة ووضع الناس في السجون هذا الابر كله يبيله هذا كله يعني مؤشر يبيلك هؤلاء الناس الذين ذاهبون نعم فلماذا لا يستنكر هؤلاء الناس اللي تتركونا الناس يعني في محنة وأنتم جيرانهم وأنتم عندكم قدر أن تساعدهم هناك دول عربية تساعد في الانقلاب لبدلة تساعدنا هل حق أنتم نعم نعم